أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي دعم مصر لسيادة واستقرار ووحدة ليبيا وخلال كلمة ألقاها أمام مجلس النواب الليبي في بنغازي شدد جبالي على أن مصر لم تألو جهدا لدعم مسار التسوية السياسية انطلاقا من حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم ووحدة أراضيهم لقد دأبت مصر على التأكيد بالقول والعمل على حرصها على دعم سيادة واستقرار ووحدة ليبيا الشقيقة ولم تألو جهدا لدعم مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية انطلاقا من سوابط راسخة لا تقبل التجزئ ألا وهي حق الليبيين فالحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة أراضيهم بعيدا عن الايدولوجية أو القبلية أو المناطقية التي تدفع إلى تقسيم الدولة الليبية ومن أهم تلك الثوابط مبدأ الملكية الليبية للعملية السياسية التي تهدف إلى استعادة السلم والأمن وبناء مؤسسات الدولة الليبية من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في أقرب فرصة ممكنة كما أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الدعم الصادق للبرلمان الليبي في قيادة الحوار الليبي-ليبي باعتباره سلطة المنتخبة من قبل الشعب دعيا مجلس النواب الليبية لمواصلة دوره في إطار اتفاق السخيرات من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لقد أتينا اليكم اليوم للتعبير عن دعمنا الصادق لكم ولدوركم في قيادة الحوار الليبي-ليبي باعتباركم السلطة المنتخبة من جانب الشعب الليبي وندعوكم والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى ضرورة مواصلة دوركم في إطار الصلاحيات المنصوص عليها في اتفاق السخيرات بما يهدف إلى استفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا تحقيقا لتطلعات الشعب الليبي الشقيق كما ندعو من خلال منبركم هذا جميع الأطراف المعنية والمنخرطة في الأزمة الليبية إلى تغليب المصلحة الوطنية الليبية ودعم جهود استكمال مؤسسات الدولة اتصاقا مع مبدأ الملكية الليبية للحل تحقيقا للهدف المنشود وهو عودة الاستقرار إلى ليبيا الشقيقة اشتركوا في القناة